السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكاربائية Electrical Engineering معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نواصل مع المحور التاسع سننزويد ال Steady State Power Calculation وسوف نخصص هذه المحاوضة إلى تطبيقات خاصة بالإستنتيونس باور وكذلك بالAverage Power أو Real Power إذن المثال الأول عندي Passive Linear Circuit بين طرفيه جهد قيمته 120 كوسائن 377T مع 45 ديجري يمر في طيار كهربائي قيمته 10 كوسائن 377T سالب 10 ديجري المطلوب الأول هو استخراج استخراج الإنستيونس باور والمتقبلة من هذا السيركت وثاني سؤال استخراج الأفريش باور أو الريل باور absorbed by The Passive Linear Circuit إذن الاستخراج الإنستيونس باور عندي قيمة الجهد عندي قيمة التيار الكهربائي لهذا ال Passive Linear Network إذن أطبق القانون الإنستيونس باور ماذا تساوي؟ هي قيمة الجود ضرب قيمة التيار الكهربائي فأعوذ كل من الجود وكل من التيار الكهربائي لأتحصل على قيمة الـ Power تساوي على هذه القيمة مع تطبيقنا لهنا عندي كوساين ألفا ضرب كوساين بيتا فأطبق هذا القانون لأتحصل على قيمة الـ Power absorbed by this passive linear network ونلاحظ هنا كما قلنا في المحاضرة السابقة أن الـ Power تتكون من جزءين؟ جزء constant وجزء يتغير مع الزمن المطلوب الثاني استخراج الآن الأفريج باور absorbed by the passive linear network إذن أولا استخرجنا إذن institutes power الآن نمر إلى الأفريج باور الأفريج باور مباشرة نطبق القانون الذي رأينا في المحاضرة السابقة عندي إذن لكل من الجود والتيار الكاربائي عندي الـ Amplitude للجود وكذلك زاوية الجود عندي الـ Amplitude للتيار الكاربائي وزاوية الطيار الكاربائي أعوذ فقط في القانون لأتحصل على قيمة الـ Real power أو الأفريج باور تساوي هي ثابتة وقيمتها 344.2 وات في المثال الثاني عندي دارة كهربائية تتكون من مقاوم ومكثف عندي هنا Voltage Source أريد استخراج الأفريج باور supplied by the source وأريد كذلك قيمة الأفريج باور التي يتقبلها هذا المقاوم الكاربائي الأفريج باور هذا هو قانونها كما رأينا بالتفصيل إذن بالنسبة للـ Amplitude الجود والزاوية الجود هي موجودة هنا لأننا سوف نقوم باستخراج الأفريج باور للـ Source وعندي إذن الـ VM وزاوية الجود أما التيار الكاربائي الـ Amplitude والزاوية مجهول كيف أستخرج التيار الكاربائي عندي القانون المعروف أن الجود يساوي قيمة التيار ضارب الـ Impedance إذن التيار الكاربائي وقيمة الجود قاسم على الـ Impedance الـ Impedance هي تتكون أمامي هذه هي الزت فكأنه عندي دارة كاربائية على هذا الشكل هذا هو الجود فيزر وهذه الزت الـ Impedance قيمة التيار الكاربائي هي V على زت إذن الزت تتكون من حقيقة وتخيل الحقيقة جات من المقاوم الكاربائي والتخيل هذا جاء من المكثف أقوم بالقسمة بعد تحويل من الـ Rectangular إلى Polar لتسهيل عملية القسمة وأتحصل الآن إذن على قيمة التيار الكاربائي وفيه Implitude وزاوية أعوضهما في قانون الأفريج باور لها تحصل على قيمة إذن الأفريج باور من الفولتج شورس تساوي كم؟ 10.5 وات الآن هذه الأفريج باور من سيستهلكها؟ عندي هنا مقاوم كاربائي وعندي هنا مكثف إذن سوف نقوم الآن باحتساب الأفريج باور التي تقبلها المقاوم الكاربائي وطبق قانون الأفريج باور بالنسبة للـ Implitude وزاوية التيار الكاربائي قمنا باستخراجها في السلايد السابق وهو إذن نفس الطيار I هذا لأنه هنا عندي الدارة بالتسلسل فيكون الطيار الكاربائي هو نفس الطيار الكاربائي الذي يدخل للمقاوم إذن عندي هذه الـ Implitude وهذه الزاوية بقي الآن الجود في المقاوم الكاربائي الجود هنا مباشرة قانون الأوم إذن الجود ماذا يساوي قيمة الطيار ضارب قيمة المقاومة وأتحصل على الـ Implitude وزاوية الجود أعوضهما إذن في القانون للـ Average Power لأتحصل على قيمة الـ Average Power التي يدقبله هذا المقاوم تساوي 2.5 وات وهي نفسها الـ Average Power التي أعطاني إياها هذا الـ Voltage Source يعني أن المقاوم الكاربائي هذا كما قلنا في السابق هو عنده Average Power أما المكثف أو لو كان عندي هنا مثلا ملف Inductor فتكون Average Power تساوي 0